وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبح وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا وسهلا وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاتيح إن العلم بالمفاتح من أهم ما تنال به المطالب فما من شيء إلا وله مفتاح ونحن في هذه الحلقات نتكلم عن أعظم الأبواب إلا نتكلم عن أبواب الجنة كيف نفتحها هلا تحب ألا تحبين أن تملك هذا المفتاح الذي من خلاله تدرك أعظم نعيم وأدوم سعادة وأبقى فلاح إنها الجنة التي أعدها الله لأوليائه مفاتيحها الأعمال رأس ذلك الإخلاص وما أمر إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فأصل المفاتيح التي يفتح بها الإنسان هذه الجنة أن يكون لله مخلصا أن يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه إن من مفاتيح الجنة الصوم جاء في الصحيح من حديث أبي هوير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام فالصوم له باب يدخله الصائمون لذلك جاء في الصيام الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان هذا الباب هو من الأبواب التي جاء له اسم خاص باب الريان إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فيقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد هذه الخاصية هذه الميزة هذا الشرف لم يذكره الله تعالى لبقية الأعمال باب الصلاة باب الجهاد باب الصدقة فلم يأتي التفصيل فيه كما جاء في هذا الباب أولا خاصه بأن ذكر اسمه دون سائر الأبواب فإن بقية الأبواب تذكر بأسماء الأعمال باب الصلاة باب الصدقة باب الجهاد وأما هذا الباب فإنه سمي بباب الريان والريان أي الذي امتلأ ريا والري هو الشبع والاكتفاء من كل ما يحتاج الإنسان في مأكله ومشربه هذا في الأصل ولكنه أيضا في نفسه فإنه تشبع كل رغباته فلا يبقى شيء مما حجز نفسه عنه طاعة لله في المأكل والمشرب والشهوة إلا وسيجد عوض ذلك عند الله تعالى إذا دخل من هذا الباب باب الريان الصوم بابه من أبواب الجنة من صدق مع الله تعالى في تحقيق الغرض من هذا الصيام كان فائزا بالأجر والعطاء لكن الصوم عبادة لا يعلمها أحد ليس شيئا يظهر عن الجوارح بمعنى أنه الصائم لا يقوم بعمل إلا أن يمتنع فقط عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رغبة فيما عند الله عز وجل و أملا فيما عنده إخلاصا له لا يعلم بذلك أحد إلا الله لهذا كانت هذه العبادة من عبادات السر لذا جاء في الصحيح من حديث أبي هرأي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم لي و أنا أجذبه الصوم لي لماذا له دون سائل العمل مع أن كل الأعمال له جل في علا الصلاة له الصدق له الإحسان له بر الوالدين له صلة الأرحام له أداء الأمانات له كل ذلك يفعله العبد له لكن لماذا قال الصوم لي و أنا أجذبه لأنه لا يعلم به إلا هو جل في علا فهو سر بين العبد و ربه قد يظهر الإنسان مظهر الصائمين لكنه مفطر فلا يعلم أحد بذلك إلا الله و قد يظهر مظهر المفطرين فلا يبدو عليه شيء من آثار الصيام لكنه صائم لا يعلم بذلك إلا الله مفتاح الصوم و ركنه الأساس و الأكبر هو النية لذا كان العمل لله يبين هذا في بقية الحديث يدع طعامه و شرابه و شهوته من أجلي يعني لا لأحد غيري بل له وحده يمكن أن يختلي في مكان و يأكل و يشرب و يفعل ما يشاء مما منع منه الصائم لكنه لا يفعل ذلك إلا خوفا من الله إلا رغبة فيما عنده جل في علا و لهذا كان الصوم لله وحده و هو يجزي به و جزاؤه يفوق قانون التقدير و الحساب جزاء الصوم ليس شيئا محددا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل ذاك فوق الحساب و لهذا قال الله تعالى في الحديث الإلهي الصوم لي و أنا أجزي به فجزاؤه خارج عن كل التقديرات و كل التوقعات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيعطون شيئا لا يأتي لهم على بال و لا يرد لهم على خاطر عطاء من الله تعالى و هبة و منا الصوم يفتح أبواب الخير و يعين على الطاعة و الإحسان الصوم مفتاح للطاعة لأنه يكف الإنسان به نفسه عن المباح الذي هو حلال في غير الصيام فيكون هذا مدعاة له أن يكف نفسه عن ما حرم الله حتى في غير الصيام فهو تربية و حمل النفس على أن تكف عن كل ما يكون سببا لغضب الله عز وجل و لهذا كان رمضان من أبواب الخير في الناس و هو الذي يكون فيه الفرض فرض الصيام الذي فرضه الله تعالى على الناس في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فصيامه مفتاح للخير لهذا جاء في الصحيح من حديث أبي غير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة إذن الصوم حتى في الدنيا هو سبب للفتح فتحت أبواب الجنة و ليس بابا واحدا إنها أبواب لأن الصوم يفتح لك آفاق الخير يفتح لك أبواب البر يفتح لك أبواب الطاعة و الإحسان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و تصور هذا الإغلاق لأبواب النار هو إذن بأن من كان صائما فيبعد أن يكون عاصيا فالصوم يحمل على الطاعة يقرب من الله عز وجل فتجده مسابقا إلى الخيرات و متجافيا و متباعدا عن الشرور الحديث لم يقتصر على ذكر هاتين الميزتين لشهر رمضان و هذه الميزة ليست لزمان فقط يعني ليست خاصة بزمان دون أن يكون هذا الزمان مرتبطا بمعنى رمضان لأنه محل الصيام كان مخصوصا بهذه الفضيلة و ليس هذا لأجل أن النهار قصير أو الليل طويل أو أنه في زمن ربيع أو أنه في زمن شتا لا هو يرتبط بالعمل لا يرتبط بزمان أو حال معينة تتعلق بليل أو نهار أو محيط لا إنها ما تتعلق بما يكون من الإنسان فيتفتح أبواب الجنة لأن الناس صائمون مقبلون عن الله وتغلق أبواب النار لأنهم كذلك منصرفون عن السيات ذكر ميزة متصفد في الشياطين تصفيد الشياطين هو عقلها عن أن تعمل ربطها توثيقها عن أن تعمل شرا و فسادا و هذا لكون الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و لهذا الصائم متوقي للشيطان في رمضان و في غير رمضان لكن رمضان هو جو عام أما في غير رمضان فيكون ذلك في خاصة نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم و الصيام جنة أو الصوم جنة أي وقاية يقي بها الإنسان الشرق و جاء في الصحيح من حديث أهنس بن مارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم مجرى الدم يعني في العروق فالعروق هي التي يجري فيها الدم و بالتالي إذا صاب الإنسان ضاقت على الشيطان مجال الدم فقل عمله و كان الصوم جنة له وقاية من أن يقع في الشر لذلك قال يا معشر الشاب من استطعمكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية و حماية من أن تتسلط عليه الرغبات و الشهوات التي إذا استجاب لها في غير طاعة الله كانت هلاكا و وبالا إذن الصوم مفتاح للجنة الصوم مفتاح للبر الصوم مفتاح للعمل الصالح الصوم مغلاق للفساد و الشر الصوم يزكو به الإنسان مفتاح لفضاء للأخلاق و لهذا جاء في الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب لا يرفث يعني لا يتكلم كلاما بذيئا و لا يصخب يعني لا يرفع صوته بالصياح و المخاصمات فإن امرء خاصمه إذن هذا بيان أن الصوم نقلة ينتقل بهذا الإنسان من حال الرديئة في قوله و معاملته إلى حال فاضلة حتى إذا اعتدى عليه أحد هو من طلوب منه و من دوب إلى أن لا يقابل الإساءة بمثلها و أن يظهر أن عدم المقابلة ليس عجزا عن الرد و لا ضعفا عن أن يقابل الإساءة بمثلها و إنما لأجل ما هو عليه من صيام و من عمل يحجزه عن أن يقابل الإساءة بمثلها و لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم و إن امرء خاصمه أو قاتل فليقل و إن أحد خاصمه أو قاتل فليقل إن امرء صائم يعني أنا صائم و صومي يغتضي ألا أجيب إساءتك و ألا أقابل ما يكون من سيء قولك أو عملك إذن الصوم مفتاح لخيرات كثيرة لكن هذا الصوم يحقق ذلك متى إذا كان لله خالصا إذا حرص الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى به على الوجه الذي يرضى الله تعالى به فأنتم بنفسي و إخواني إلى الحرص على الصوم ابتداء بالفرائض فما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذه المرتبة الأولى التقرب إلى الله تعالى بالواجبات ثم بعد ذلك و لا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب أحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر الصيام الاثنين والخميس صيام الأيام التي جاء في فضلها صوم كعرفة و عشورة فإن الصيام مفتاح المغفرة فقد جاء فيهم أنه قال من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من صام يوم عاشرة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و في عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و التي بعده فالصوم سبب لحط الذنوب و الأوزار و الخطايا فهو مفتاح من مفاتيح المغفرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني و إياكم المقبولين أن يغفر لنا و أن يعينينا على الطعا و الإحسان و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم مفاتيح أستودعكم الله الذي لا تضع و أدعوه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة